لقد فزنا في بنغازي والآن نذهب إلى طرابلس بهذه العبارة يؤكد رئيس الأركان التابع لمجلس النواب عبد الرزاق النظوري مرة أخرى مساعي ميليشيات الكرامة وقائدهم خالفة حفتر لتقدم نحو العاصمة والسيطرة عليها تصريحات النظور التي نشرتها صحيفة نيو زورش تأتي بعد تطورات الأحداث في المنطقة الغربية وخاصة مدينة سبراطا والاشتباكات التي حدثت في العاصمة بين الكتائب المسلحة وأيضا ما يحدث جنوب طرابلس وبعد إعلان غرفة الوادي بصبراط سيطرتها على كامل المدينة وانسحاب الكتيبة 48 ومع التوقعات بإعادة سيناريو الحرب في بنغازي والدمار الذي سببته ميليشيات الكرامة في المدينة وتكراره في المنطقة الغربية خاصة مع أولى الممارسات الهمجية المتمثلة في ترويع المواطنين والاعتداء على بعض المنازل ما يذكر بما حصل في بنغازي تأتي تصريحات النظور والتي أكد فيها أنهم يعدون العدة للزحف نحو العاصمة طرابلس للسيطرة عليها كثيرا ما صرح قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بأن هدفهم هو تحرير العاصمة كما يقول فلا تبدو كل الأحداث الأخيرة الحاصلة في مدينة سبراطا والاشتباكات التي حدثت وتحدث من حين إلى آخر بين الكتائب المسلحة في طرابلس إلا في إطار مخططات يرسمها أتباع معسكر الكرامة لزعزعة الأمن في المنطقة الغربية وترابلس بالذات لتهيئة الظروف لتحرك الموالين لحفتر من أجل تنفيذ مخططاتهم الانقلابية كما يقول محللون كثر صحيفة نيوزورش الألمانية أكدت أن النظوري صرح لها بأن قواتهم لن تواجه صعوبات كبيرة في طرد من سماها الميليشيات من طرابلس ومصراطا وصبراطا ونقلت عنه قوله إنهم سيلاقون ترحاب سكان المنطقة الغربية وأن أعداد قوتهم يصل إلى 35 ألف جندي عدة محللين يرون أن ميليشيات الكرامة أصبح لها موطئة قدم في المنطقة الغربية وأن سيناريو الانقلاب والزحف نحو طرابلس بدأت بوادره تخرج من خلال ما يحدث في سبراطا وأنها بوابة العبور إلى بقية المدن المحيطة بالعاصمة والسيطرة عليها خاصة وأن مجمع مليتل الغاز في المنطقة يعتبر هدفا استراتيجيا وخلال لقائه برئيس المجلس رياسي المقترح فائز السراج أكد عميد بلدية زوارة أن الجهات الأمنية والعسكرية الواقعة في حدود نطاق البلدية أمنت المنطقة بالكامل وحافظت على المجمع واعتبارا لكل هذه التطورات يتساءل البعض ماذا بعد مدينة سبراطا وكيف سيمر حفتر إلى المرحلة الأخرى من مخططه للسيطرة على المنطقة وهل ستسقط مدن أخرى في قبضة أتباع الكرامة أم سيتصدى ثوار المنطقة الغربية لمشروع الانقلاب ويوقفون حفتر وميليشياته